هلا وغلا جبنا لكم اليوم خمس موقف مرعبة أو خرعات في سلسلة رزينت ايفل وقبل ما نبدأ لا تنسوا اشتركوا في القناة وحطوا لايك وفعلوا الجلس والحين خلونا نبدأ أول موقف خرعة معانا كان في لعبة رزينت ايفل 4 طبعا هي الجزء اللي كان يعتبر النقل النوعية للسلسلة من ناحية طريقة اللعب والتصوير وكل شي فيها حتى الزومبيز ما كانوا موجدين كان فيه نوع جديد من العداء اللي هو عبارة سكان قرية مجنونين والخرعة اللي اتكلم عنها هي في بداية اللعبة لما تدخل البيت وتلقى فيه بيضة داخل الفرن ومخك الحين جالت يجمع ويحاول يفكر مين لنا ويطبخ بيضة داخل الفرن بعدين يطلع برا ولفجأة تسمع صوت منشار وتلفل جهة الصوت اللي تلقى واحد ضخم شايل منشار يركض جهتك ما عنده مزح طبعا أول مرة كلنا الرعبنا وش نسوي فيه ذا وكيد بدتوا كثير منه لأنه بس يحط المنشار عندك عند رقبتك اللي يقطع لك إياها وتموت على طول ثاني موقف خرعة معانا هي في لعبة رزنت ايفل 2 الريميك هي تعتبر الريميك المنتظر اللي واحدة من أفضل ألعاب في السلسلة والجميل أنه معتمدوا على طريقة اللعبة المعتادة بعد رزنت ايفل 4 والرسوم كانت جميلة وكل شي فيها ممتاز الخرعة تكون تمشي داخل مركز الشرطة وتلقى قدامك زومبي يسلم عليك من الشباك بعدها تمشي شوي إلا تلقى زومبي ثاني برضي يطالع فيه في وجهك مسكينة كلير وبعدها تمشي شوي وتدخل غرفة التحقيق هدوء ولا فيها أي شي بس فيها مراهة كبيرة وفجأة وانطالع يطلع لك اللكر من المراهة هنا كلير وقف قلبها من الخوف ثالث موقف مرعب معنا في لعبة ذرنت ايفل 3 الكلاسيكي طبعا كلنا حبينا اللعبة والحين جاينا ريميك رهيب لها أفضل شي فيها هو النمسس معنا في الريميك خلوه أصعب بس حتى في الكلاسيكي كان نشبة بداية اللعبة راح تقابله في الحديقة وبعدها تهرب إلى داخل مركز الشرطة وتبدأ تستكشف وتقتل زومبيز وتمر من عند الغرف الحفظ رايح جاي رايح جاي ولا في شيء وبعد تقريبا 10 دقايق لعب وانت ماش فيه نفس المرة هذا لانت رايح جاي فيه صالك 10 دقايق فجأة يطلع لك نمس من شباك هذه اللحظة ما حتى توقحها وكثير من الناس خافوا ورتاعوا هل أنت كنت منهم؟ ورابع لعبة معنا هي لعبة رزنت إيفل سيفن وهي تعتبر نقلة نوعية أخرى للسلسلة بحيث خلوهم المنظور الأول وركزوا كثير على عامل الرعب والخرع في اللعبة كانت كل شي فيه اللعبة رسولها مرعبة وفيها غرعات كثيرة يبين ويسار جوها كان مرعب جدا 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 خصوصا ميا حبيبة البطل حسبي الله عليها رعبتنا وهملت فينا خامس لعبة معنا هي رزنت إيفل الأولى الكلاسيكية هو جزء اللي بدأ كل شي في السلسلة واللي وضعت المقييس في ألعاب الرعب واللي مشت عليها باقي ألعاب الثانية الخلعة تكون لما تكون تستكشف القصر في البداية وتفتح الباب وتمشي فيما مر ما فيه موسيقى تمشي شوي شوي وفجأة ينقذك كلب ابن كلب من الشباك يمهجم عليك شخصيا أول مرة صارت لي رميت اليد ورحت بعيد عن التلفزيون وبعدها صار كلما جاء نظيفه في البيت أشغله من المكان هذا واسمته أشوفه ردات فعلهم بالخوف وهذه كانت حلقات للخمس أشياء قولنا إيش رايكم فيها وكتبوا تحت في التعليقات لو فيه خرعات ثانية ما ذكرناها وأيضا إذا عجبتكم الفكرة اقترح علينا ألعاب ثانية رعب أو سلسلة ألعاب رعب ثانية فيها خرعات تحبون نعدد لكم إياها نفس كذا كما معكم فرد الشيحة ياتكم العافية ومع السلام